اخوان الاخوات السلام عليكم اليوم موضوع بالدالج المغربي لانه يهم المغاربة فقط اليوم سنتكلمه على البانكة المغربي اللي هي التجاري وفا بونك بالضبط سنتكلمه على العرض اللي هو البانكة ليك هذا البانكة ليك هو عرض يعني كيمكنك من انك تفتح حساب بانكي مجاني مئة بالمئة بدون رسوم تسجيله حتى البطاقة اللي هنحصله اللي هي بطاقة ماستر كارد مجانية يعني مئفية من الرسوم الشهرية وحتى الرسوم السنوية هذا نتكلمه على الايجابيات والسلبيات ديالة البطاقة هذي يعني باش الاشخاص اللي مازال ما عندهمش ان كونت بونكير ولا كيفكروا انهم يفتحوا كونت فات الشركة هذي او لفات البانكة هذي يعني يكون عندهم واحد الفكرة عليها وشنوما العيوب ديالها شنوما المميزات الى الاخيره اول حاجة غادي مبدو بيا ليه كيفاش نفتحوا حساب فات البانكة هذي طريقة بسيطة جدا وهي يعني المميز فات العرض هذا انك نتالي غادي تفتح الحساب ديالك يعني وقات مشى الاجونس ديال التجاري وفا بانك ما غاديش يعني يفتحوا ليك الحساب لانه في الاصل نتالي خازك تفتح الحساب من خلال هاتف الدكيه ديالك يعني من خلال سمارتفون كدخل البرائستور كدتلشارج الابليكاشن ديال البانكة ديالك اپري كدتعمر يعني اللي دوني ديالك يعني المعلومات للانفرماشن ديالك كتاخد يعني كتصور ليدنتيتي يعني البطاقة الوطنية ديالك ريكتو فرسو هما عندهم سيستام في الابليكاشن اپري كتشوف كتپرسوناليز الو كونت ستاديل كتاخد الفوتو ديالك كتاخد سيلفي اپري كتسيني اللي دوكيمون بار ابليكاشن احنايا غادي تتصلو بك هما وغادي تخبروك بان خازك تتلشارجي اي نوتر ابليكاشن اللي هي ميكروسوفت تيمز فدلحالة هاتي غادي تستنعتي تتصلو بك يعني فيديو ابل فيديو ويفاليديو معاك الانفرماشن اللي دخلت يوم في الزيطاب اللي قبل هاكايا كتكون مفتحت الحساب ديالك كتستنعي فوقاشتو جدلك البيتاقة ديالك وكتمشي كتسيني بانسور كونتراف الاجانس اللي انت اختاريته في المدينة ديالك وكتاخد بانسور البيتاقة ديالك مستر كارت وكتجيك الاسمس اللي في كوتبين ديال الكارت بانكير ديالك جسكا متنو لحدود الان شرحنا كيفاش نحلو ان كونت ولا غاية نقطة مهم ما هنا يعني الاشخاص اللي قل من 35 عام راهلو كونت سي غاية نقطة مهم من الناس اللي فوق من 35 عام فكيخلصو خمسة ديال درهم في الشهر غير هو هنا يوما كنتكلموش على البانكاليك انما كنتكلمو على البانكاليك دونك الناس اللي عندهم قل من 35 سنة الحساب ديالهم رسم الجاني مئة بالمئة داكور نزيلو درهم في الشهر والاشخاص اللي فوق من 35 سنة وخايمشوا ويحلو او ليتليش ارجعوا البانكاليك ويفتحوا ان كونت هنا ايوما كيتسموش انه مفتحوا كونت البانكاليك انما فتحوا كونت البانكاليك سمارت واللي كتاخد بطبيعة الحال خمسة درهم في الشهر مؤخرا في السنوات الاخيرة ظهرت واحد المسألة اللي مهمة جدا ايو شخصينيك يسهول عليها واللي هي مسألة الشراء عبر الانترنت من خلال المواقع العالمية اذا هيا اكزاكتومو ملكة تاخد البتاقة ديالك مستر كارد كيمكنك انك تشري بها انترنسيونال ولكن بشرط تكون اكتيفي سكون ابيل لدوتاسيون داكور ملكة اكتيفي دوتاسيون ديالك كيكون اه ربع وربعين درهم في السنة يعني كل سنة كتقطع لك ربع وربعين درهم ديال الدوتاسيون ديال الشراء عبر المواقع العالمية وزائد جوج في المئة على كل ارتيكل شريته داكور دونك دوم المميزات تيالها بخصوص شراء عبر الانترنت خلاص الابليكاسيون ديالها اللي هي البانكاليك اللي كان في اندرويد وكان احتاف ايو اس وحتاف اوب غالوري اللي كان في الواتف ديالي هواوي انها فيها بزاف ديال ليزا فونتاجات الابليكاسيون ديكا تخلينا نشوفو اتب Afric is Art ان هناك الفلوس اللي بعضنا في الابليكاسيون ان تشوفوا عن الابليكاسيون بلا اضافة الا انك ه م pornography نستطيع كميز على ق ribbon التعمل الاموال بالاضافة الى الخزمات 공ين الأخير لأداء فوادي الكلباء الانترنت الى الاتف الى الآن تكلمنا تقريبا على الانفارمسون الكائنين يعني فلوسيت ديالهم او لليزاة اللي هما كيقولو لنا ده بندوزو شوية نشوفو شنو كائن فأرض الواقع فلدالك ما كاين محسن اننا نشوفو الناس شنو هي لغيكسيون ديالهم اللي مستعملين او اللي عندهم ديجا ديكونت فهد البانكة هذه واحسن طريقة هي اننا ندخلو الواحد لغروب فيسبوك ليسميتو البانكة هيك غروب التجاري وفا بونك ونشوفو لغيكسيون ديال الناس أبروبو سو يعني أبروبو هاد البانكة هادي دونك نشوفو اول استبيان كاين فاد القروب بادا اللي كيسول هاد الشخص كيسولهم واش لحساب البانكة ليك فايتين قطعو ليك شي حاجة بدون سبب إلا فايتين قطعو ليك كتبش حال قطعو ليك في التعليق وشكرا طبعا هدا استفتاء يعني هاد الشخص دال استفتاء وكيسول يعني الزبناء ديال البانكة ليك واش سبق ليكم قطعو لكم شي حاجة او لا لا طبعا تقريبا تسعة وثمانين في المياه اللي صوته قالوا عمرهم قطعو ليه وثلاثين في المياه صوته كيقولوا انهم قطعو ليه اذا القططاعات واش كاينة ولا ما كايناش كنظن ان احسن جواب هو هاد يعني هاد الاستفتاء اللي ظهر امامكم هو اللي غادي يعني يجاوبكم على السؤال هذا نتكلم لكم على التجربة ديالي الشخصية مع هاد لابونك لحدود الان يعني دابت قريبا ازياد من ستة شهور او ازياد ربما ثمانية اعتقد بالضبط وانا معهم يجب ان اشترك معهم طبعا الحال لحدود الان كاين مميزات يعني ايجابيات وسيلبيات نتكلموا على الايجابيات بداية ونتقلوا للسيلبيات من بين الايجابيات ان الحساب مش جاني بعدها دي كنت اكد منها انه مش جاني يعني كيكونوا بعض المرات اقتطاعات لكن تلك الاقتطاعات كتكون مبررة يا ايما اسيرانس كتكون كيتخلو الكشعر ديال اسيرانس او لا مثلا من اللي كيتخلو الفلوس في واحد الوقت يعني في نفس النهار وانتك تخرجوه في نفس النهار سيتقدر كيبقى لو كونت ديالك 0 درهم هنا كيكون واحد يعني في قائل البونك وفي قائل البونك هذه المسألة هذه كيكون بحال بانكة مسلفة لك فبالتالي يعني كيكونوا بعض الاقتطاعات في اخر الشهر واهم ميزة طبيعة الحالي ان كل شيء مجاني يعني تخيل معي انك عندك كونت مجاني مئة بالمئة يعني ما كتخلص لا شهريين لا سنويا هذا من المميزات ومن العيوب صراحة دياله هي السيرفيز دياله يعني منك تتصل مع خدمة الزبناء فكتستنى تضطر انك تستنى تقريبا خمسة ديالتقايق وكيدكلاريوها يعني يعني في ديجاف منك تبدأ الابيل كيدكلاريو انه ممكن انك تستنى خمسة ديالتقايق وانا وقعت لشخصيين يعني سنية خمسة ديالتقايق عدة مرات وايضا يعني ام كتحس بانهم ماشي بروفيسيونيل فغيرمون هدا اولو السوسي او اللو بروبلم اللي لقيتو معاد التجاريو وفا بونك ان الاشخاص اللي كيجاوبوا على الازابيل كتحس بانهم سوني بروفيسيونيل جونسي بابوكوا ما عرفش علاش بالضبط ولكن ما عندهمش اللي كليليونه يعني درجات انه واحد المرة شخصيين اتصلت وجاوبتني واحد سيدة معهم تما في صنطة دابير ديالهم يعني صراحة اصبطني يعني شوية يركبك السكر صراحة ف هذا هما اللي ديفو اللي كي ننفذ البنك اللي حدود الان وطبعا غادي يبقى التعليقات مفتوحين في كل مرة غادي تبليشي حاجة جديدة عند علاقة مع ادلاب بونك هادي غادي نحطى لكم في التعليقات شكرا لكم على المشاهدة ونلتقيوا في حلقات اخرى الى اللقاء